في لجة الغضب على تغريدة مسيئة للمرجعية توحد الموقف العراقي السياسي والشعبي في نبذ أي محاولة للمساس بالرموز الدينية تلك خاتمة القصة التي أثرتها تغريدة للكاتب نايف الكردستاني الذي عقب بعد نشرها بالاعتذار وحذفها فيما نشرت منصات التواصل ما يبرر الخطأ بأنه محاولة تهكير لكن القضية لم تقف عند هذا الحد فالقوات الأمنية في الإقليم ألقت القبض على الكردستاني وسلمته للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه داخلية الإقليم أكدت أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية وفور إعلان القبض على الكاتب خرج العنوان واضحا بأنه لا يمثل إلا نفسه في إشارة إلى نفي ما قد رشح من معلومات تفيد بانتماء الكردستاني للحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب دانت تغريدة بشدة تلك التي تسببت بردود فعل غاضبة مؤكدا في بيانه إعلان الحزب أن الشخص المذكور ليس له أي تعلاقة أو انتماء للديمقراطي الكردستاني زعيم الحزب مسعود البرزاني دان الإساءة بحق المرجعية غاضبون لشروا صورا للكردستاني برفقة شخصيات كردية علقوا عليها صلة الكاتب بشخصيات مقربة من الحزب أو كتاب سياسيين ما أثار سخط البعض وطلبهم بإحالة الحادثة إلى القضاء العراقي في المحصلة توحد الموقف العراقي في احترام المرجعية العليا والرموز الدينية التي تعتبر خطا أحمر في البلاد